اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفقرة الثلاثة تحكي على حاكم الرشيدة والحاكم الرشيدة التعب الفساد الفصل الخمستاش يقول لدار الأمومية والمرفق العام ولا نخاله لئيس الجمهورية لمرفق عمومي يجب أن يعمل وفق مبادئ النزاهة والحياد والمساواة ولا نظن أن نفهم نزاهة ولا مساواة في المسائل هذه بقتها خطفة فهم برشة ناس توا في الحبس من أجل الفساد عليها ما يعمل فيش عليهم زي الدرس الجمهورية وخاصة الفصل عشر تلتزم الدولة بمكافحة الفساد الفصل عشر إذن أظن معناها خرق باديهي وفي عدة مواضع في الدستور تنبذ الفساد لذا جاء رئيس الجمهورية ضد الأحكام الواضحة للدستور المعادة الدولية المعادة الأكبر والأهم في هذا المجال هي المعادة المؤمن والتحدة المكافحة الفساد متح 2003 التي صادقت عليها تونس 2008 إذن فما خرق المعادة الدولية كذلك مضم تعادل الانتقالية مضم تعادل الانتقالية التي يجب على دولة تونس لأن تحتاري مجالات حصف 148 كذلك في القانون الأساسي منتع على عدد 53 لسنة 2013 منتع لقبل العدد الانتقالية فهو عدة مبادئ تتعاكس تماما ما أتبهي رجل الجمهورية وهو يقول منع الإفلات من العقابة والتفاصل من السوري الفصل 6 كذلك الفصل 15 يقول لك القانون هذا يهدف إلى بناء دولة القانون وعادة ثقة المواطن في مؤسسات بلاده ويظهر لي العمل لأتبير الجمهورية وخرى باثقة المواطن في مؤسسات بلاده ولا تعني المصالحة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والفساد المال العام يظهر لي من أكبر الانتهاكات كذلك فما خرق لقانون أساسي المتعلق بحماية بالإبلاغ على الفساد حماية المبلغين منتع 2017 اللي يعرف حالات الفساد اللي يعرف حالات الفساد في الفصل الثنين ومنها سوء استخدام السلطة والنفوذ تجاوز السلطة أو سوء استعمالها وتضارب المصالح ويظهر لي هنا سيد رئيس الجمهورية أساء بشفة بديهية وجلية أساء استعمال السلطة اللي عنده كذلك فما قانون جديد فما خرقه قبل العفو اللي هو تضارب المصالح تضارب المصالح رئيس الجمهورية معني بتضارب المصالح ما أتى به هو عفو عن قيادي في حزبه ولا يزال رئيس الجمهورية الرئيس الشرفي لهذا الحزب إذن هو هو عفو لمزيد إسناد الحزب منتاعه خاصة أنه مقبل على 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 انتخاب على مؤتمر منتاعه مؤتمر وانتخابات أكثر وكثيرين كذلك أفهم مبدأ حالة من حالات طعم في القرارات الإدارية الفصل السبع من المحكمة الإدارية يحكي على الانحراف بالسلطة والإشرائيات ما قام برئيس الجمهورية يعدوا انحرافا بالسلطة والإشرائيات اللي تعني استخدام الإدارة لصلاحيتها مش لخدمة المصحة العامة بل لخدمة أهداف غريبة وبعيدة عن المصلحة العامة وبداها تنمات به لا يشكل مراشي علاقة العفو بالمنتفعة بهذا العفو خدمة المصلحة العامة عمال سيادة من سيادة من سيادة تاريخيا هي من رواسب النظام الملكي وحافظ عليه بعض رؤسال الجمهورية وهي اعتداء في مقاصده على ما يقضي به القضاء وهو نيل من استقلال القضاء هذا العفو الخاص إذن هذا يعني على مستوى إجراء كذلك العفو التشريع العام يصندون البرلمان بقانون ثبت في الدستور أنه يجوز الطعن في العفو التشريع العام وإن جاز الطعن في العفو التشريع العام من باب أول وأحرى جواز الطعن بيادات قانونية أقل من القانون وهو الأمر الجمهوري لا أظن بعد البحث الدقيق والعميق وبالرجوع حتى الأكثر من قرن ما كتبه في هذا المجال أن ما تعنى فيه العفو الخاص يعتبر من عمل سيادة رجعنا القانون المقارب اللي هو الأصل رجعنا جز من أكبر الفقهاء في فرنسا بالاستناد للقانون الأوروبي وقضام الدولة أولهم هو بيرتليمي أستاذ كبير رجعنا له الطبعة الخامسة في 1908 وقضام الدولة قبل الحرب العالمية الأولى القبول بعمل سيادة يؤدي إلى إعتبار لرزان دي تاريخ نظريا قانونية لكن هناك أيضاً من البطة يمكن أن يكون فرحاولاً وقضام الدولة وقضام الدولة في الحقيقة هناك رأينا لعادلة موتيف وقضام الدولة وقضام الدولة وينتهي في القول حتنا في العالم التي في الحقيقة مفهم ماشي أعمال حكومية تعدين أن بعد آخر مرجع أو أكبر مرجع حتى معتمد لهناء هو قرر في تونس قبل أكبر المرجع الأول في المحكمة الإدارية المعتمد في الدولة أو حتى في الجامعة في المحكمة إلى المحكمة الإدارية رنجى رنجى يقول إذاً الحسادة المسنادين يعطيها في المسيطات الحسانة التي يشترك على ما يشترك على القناة وكذلك تؤمن بعد الحكومة الديوانية الأخوة الذي يشترك على القناة جميع المسيطات والأمر كبير إذن هذا القانون المقارن بما فيها القانون الأوروبي اللي معناها مش قابلين مبدئياً من النظرية هذية واللي هي نعود نأكد نوع من نكران العدالة ومساس من دورة القانون رجعنا كذلك لبعض المراجع في القانون التونسي اعتمدنا على سعياذ بن عشور أستاذنا ومؤسس القانون الإداري في تونس في القضاء الإداري في المرافعة الإدارية في تونس يقول العمال السيادة هي ميدان كلام سعياذ ميدان العلاقات السياسية أو في مجال العلاقات بين الدول لأننا كيف نقول القرار بتاعنا العفو لا يدخل في ضمن العمال السياسية تونكم جيدوا نبروها له أو في مجال العلاقات بين الدول رجعنا كذلك لأول قرارات المحكمة الإدارية في مجال العمال السيادة وكذلك إلى آخر حكم تقريبا اصدر عن المحكمة الإدارية في هذا المجال منذ عام 81 قضية بير فالكوني عام 81 ذو زي الفلاحة شيجي شيقول المحكمة الإدارية وحيث أنه ما يسمى بعمال السيادة في الفقه والاجتهاد القضايا إنما يقصد به العمال السياسية الهامة ولا أظن العفو على معنى الحالة هذه في حالة فساد فردية تعتبر عمل سياسي هام ويحط تسمي الحالات حالات الحرب العلاقات الخارجية علاقات حكومة بالسلطة التشريعية ذلك أن طائفة عمال السيادة المعترفة لها بهذه الصفة هي في تقلص مستمر الحكم الخراني عام 18 تصدر بالضبط في 6 جوان 2018 شيقول يزيدي وضح ما صدر على المحكمة الإدارية عام 81 ويزيدي ضيق يقول لك عمال السلحكومية تحصر في دوق الحالات علاقات بالسلطة التشريعية أو بالدول الأجنبية أو المنظمة الدولية ويزيدي أكد حال البرلمان تحديد مواد الانتخابات الدعوة الانتخابات مبكرة الالتجاه للدستور إنهام حكومة برام المعاهدات رابط علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى أو قطعها ويزيدي أكد كمسل المبدئية وحيث لا يخفى على هذه المحكمة أن الاعتماد على نظرية عمال السيادة أو العمال السياسية من طرف الفقهة وفقه القضاء لتحديد بعض العمال الصادر عن سلطة تنفيذية شاهدات قلصاً مستمراً حتى ما هو مبدأ الشرعية اللي هو مفروض على المحكمة الإدارية في الفصل الخمسة من قانون المحكمة الإدارية ومقتضيات دولة القانون التي تجيب إخضاع جميع تلك الأعمال للرقابة القضائية إلا أنها تقره في الآن ذاتي بأن وجودها لم يندثر في الخلاصة في القانون المقارن الفقهة التونسي ونجد أن أكد هذا نفس الشيء متع سيد التوجهة ذا يتأكد في مؤلف هام جداً ومرجعي ممتاز الأحكام الكبرى تعمل عام 2007 عمل جماعي زوزة سادة جميعين من كليد سوسا العميد السابق رضا جنيح والعميد الجديد وكذلك الثلاثة قضاءة المحكمة الإدارية يأكدوا نفس التوجه وعليه نرى أنه تقريباً بشفة شبه متأكدة اللي العفو الخاص يخرج على من مجال عمل السيادة ترجمة نانسي قنقر